هاي كيف تكون؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة الشهر شهر جون سأحاول أحكي فيها الأحوال العطفية والأحوال العامة لكن سأركز أكثر على الأوضاع العطفية لإلاقه للشريك كذلك سأتحدث عن العذاب بدأ أول شهلة لأن هذا القراءة تنطبق على البرش الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية خاصة إذا تكلمنا عن علاقة الحب بداية ثانية برج التوري عم شوف فاك سعيد بحدي الفترة عم شوف صراحة أنه في شيء لطالما كنت متعلق فيه وكنت متشبت فيه كثير وهلأ خلصت ركته عملت له كأنه هاد الباب سكرته ورح تشوف أبواب جديدة بالحياة كأنه هيد الباب كان عم يجلب لك تعاسي سواء كانت عراقة سواء كانت أي شيء صداقة كانت عم تسبب لك قلم في شخصية تسمى بحياتك يعني سكرت الأبواب عليها ورح تفتأ يعني رح تلأبواب جديدة أو تكتشف الحقيقة لهيك كأنه عم شوفك بطاقه فيه نوع من السعادة أكثر يا برج الثار وكي عم شوفك كأنه خلاص أخد درس على أنه ما أفتح هذا الباب من جديد عم شوفك مقافي الأبواب وهذا الباب بتضبط لذي هو سبب لك الألم بالنسبة للشريك صراحة عم شوفه شخص ترابي شخص ثابت شخص عم شوفه إنسان مشاعر ثابتي شخصي أوي كذلك ممكن يكون تتعامل مع برج العساد أو عم شوفك كذلك تتعامل مع برج الحمل أو السرطان حتى الميزين عم يظهر بهذه القراءة عم شوفك على أنه هذا الإنسان عنده خاصية إنه شخص ثابت شخص مقديم ممكن حتى ما ديته حلوة إنسان بيعرف كيف يجني المال إنسان ممكن عم يشتغل بكل ما يتعلق بالأموال ممكن بالبانك عم يشتغل كذلك حتى بيوكالي مثلا مثل اللي عم ينقلوا البضائع بكل شي خاصه بالإرساليات عم شوفوا شخصية كذلك حتى ممكن عم يشتغل بالفن أي شي يتعلق بالفن عم شوفوا شخصية كتير ثابتة واثقة من نفسها وقوية جدا عم يظهر بهذه الطاقة هذا الإنسان عم شوفوا هذا الإنسان عم يحبك عم شوفوا لأنه عم تطلع بالفنة هذا الإنسان يحمل مشاعر تجاهك كتير قوية أما أنت ممكن العلاقة شوي متعبتك عندك حيرة شوي في ثعب بهذه القراءة أو بعلاقتك ممكن هذا الإنسان عم يسبب لك ألم أو عم يسبب لك غيري أو عم يكسر لك قلبك عم شوفك كأنه عمل بريير أو عمل يعني كأنه مسكر هذا الباب أو مسكر عليه ممكن عمل بلوك عم شوفك كأنه في ألم يأتيك من هذا الإنسان ممكن حتى كلامه إنسان يكون كلامه شوي جارح وعم يجرحك بكلمه وكأنه هذه العلاقة يعني سببت لك ألم سببت لك تعب جارحتك يعني علاقة عطيتها مدة طويلة وعطيتها فرص كتيرة بس يعني الجرح رح يضل يعني بتكرره بالوقت الراهن عم شوفك ممكن هذا الإنسان طلب الغفران أو طلب السميح منك وأنت حائر جدا هل تسمح له أو تسكر خلاص الباب لأنه جرح كرامتك جرح كتير أشياء يعني ألمك هذا الإنسان لهيك عم شوفك حائر في اتخاذ القرار بس هو سراحة شخص سعيد شخص سعيد ما بياخد الأمور على قلبه وممكن يقل الكلمة وخلاص وانتهيت الحكاية بس أنت عم تشيله بقلبك وعم تنجرح يبرج الثور عم شوفه سعيد حتى لو جرحك وألمك وممكن يطلو السماح منك بكل سهولة ولا عنده مشكل عم شوفه سعيد جدا وعم شوفه مستمتع بوقته واخد الأمر إذا دقيت باب هذا الإنسان رح يسامح ما هو قلبه طيب سراحة أنت بالرغم أنه موجوع من هذا الإنسان بالرغم أنه أنت متألم من هذا الإنسان وبتفكر بالموضوع مئة ألف مرة وعم تقول أسامحه أو لا أعطيه فرصة أولى بس سراحة أنت بدك أنه تكونوا مع بعض أنه تكونوا بهذه العلاقة بدك حدا يشاركك بالحلوة والمرة يشاركك بكل تفاصيل حياتك ما بدك أنه تكون لحالك أنت كثير متعلق بهذا الإنسان وكثير متشبت بهذا الإنسان اوكي عم شوف كذلك على أنه في راغبة من الشريك إذا لم يقولها حاليا فأنا عم شوف في راهبة ملحة أنه يطلب السماح أنه تسامحه على كثير أشي اوكي عم شوف في راغبة ملحة أنه يكون معك هذا الإنسان بحبك يحمل مشاعر وممكن هذا الإنسان شوي صليط الإنسان عم يحكي كلام جارح لإلك أو تصرفاته اللي هي بتحكي هذا الكلام الجارح لإلك عم شوفه حتى بالمستقبل البعيد يعني عنده راغبة أنه يكون معك بعلاقة طويلة الأماد وفيها مشاعر كتير قوية بس ممكن العلاقة فيها تقلبات كأنه هذا الإنسان تقلب المزيج أوقات عم يعطيك يعطيك اهتمام كتير كبير وأوقات بيبتعد يعني بيصير وغالبا هو هذا الإنسان بحب السهر بحب أنه يكون يطلع مع أصحابه ممكن هات علاقات يعني بحب أنه يعني يستمتع أي شيء بيجلب له سعادة بيروح يصوبه هذا الإنسان عنده رغبة أنه دائما يكون سعيد لأنه عم تطلع لأنه كمين عم تطلع للنين هي تعني استسمع كمين عم تعني هي البلاجر والسعادة والاستمتع بالأشياء الدنيوية الأرضية وهو يعني يعني يحمل هذه الطاقة الشخص بحب أنه يستمتع بكل تفاصيل الحياة سواء من الأصدقاء من جلة الأصدقاء ممكن كذلك ممكن يكون بعاقر المخدرات بسكائر كذا هيك بيعمل أشياء وممكن حتى بيحب أنه يصاحب رفقة نساء إذا كان هو الرجل كما يظهر بهذه القراءة عم نشوف على أنه يطلب منك الوراق أنه تعمل مجهود أكثر مجهود أكثر لأنجاح هذه العلاقة لأنه بيقلك أنه أعظم الحب يعني يتطلب خطوات أكثر وعمل مجهود أكبر يعني كأنه هذه العلاقة يلزمها للتطور لأنه تصير علاقة ناجحة جدا كثير من المجهود عم طلالك كمين أنه يلزمها مجهودة كثير كبير أوكي هذا الإنسان لازمه وقت لازمه نطج لازمه كثير أشياء إذا أنت يعني مستعد أنه تقدم هذا الوقت أو تقدم وقتك كله لأله ومستعد أنه تعمل مجهودة كثير بالعلاقة فممكن العلاقة تنجح بس يعني من شخص لآخر يختلف الأمر في ناس كثير بتحب أنه تطح بالعلاقة في كثير أشخاص ما بتحب أنه تهضر وقتها بعلاقة يلزمها وقت كثير طويل بالنسبة للعذاب عم شوف على أنه عندهم راغبي ملحي أنه يلزقوا بحدا من حياتهم ممكن تجمعهم ممكن تجمعهم الظروف بشخص ممكن يكون برج الحمل هذا الإنسان رح يكون شخصية متسرعة شخصية ممكن يعني عنده رغبة أنه يعمل علاقة معك وراح يعمل خطوة وراح يكون متسرع أنه يتقدم بسرعة بالعلاقة بس عم شوفك أنت عم تدرس الموضوع على كثب أو على مهل يعني كأنه حطوا خيار من خياراتك وشوي متمحل للبعض منكم عم شوفوا يعني في كثير منكم عندهم رغبة ولحية على أنه في شخص من الماضي يعود يطلب السماح منهم ويكسروه أو بيطلبوا كل ساعة كل مرة أنه في عدالة تتحقق وأنه يشرب من نفس الكعس ما نسوا أبدا هذا الألم الذي سبب هذا الإنسان لهم أوكي عم شوف في رغبة أنه تتحقق العدالة الربانية أما بكل ما يتعلق بالعمل يابر الزور عم شوف كأنه أنت عندك يعني مشروع معدي عندك مشروع هذا المشروع عم تعيد سياغة أفكاره أو أولوياته أوكي عم شوفك إذا أنت تريد بكل صراحة تريد العودة إلى الدراسة فهناك احتمالية ممكن في كثير من برج الثور راح يحاولوا يبحثوا أو يقدموا لجامعات لأنه عم شوف الدراسة العليا عم تبحثوا عن كأنه بتقدموا رسائل للجامعات أو عم تعملوا أوراق تتعلق بكل شيء خاصوا بهذا المشروع اللي بحكي عنه عم شوفكم عم تقدموا أوراق عم شوفكم كذلك بتقدموا أوراق لمحكمة عم شوف كأنه كذلك للبعض منكم في شيء جديد رح يفتحوه سواء هذا المشروع رح يفتحوه بالصيغة جديدة أو رح يروحوا ليكملوا دراستهم بالجامعة اوكي عم شوف كذلك للناس الذي تريد أو تسأل عن نجاح بما يتعلق بالدراسة عم شوف في نجاح عم شوف في أشياء جديدة لبرج التور عم شوف كذلك على أنه في تحقيق الأحلامهم سواء أي حلم كان عم يحلموا فيه عم شوفه سيتحقق هذا الحلم ممكن طاقتك أنت أو أصحاب المجموعة الأولى برج الميزان أو حليا أنتوا تبحثوا عن التوازن بالحياة عم شوف فيه بدء بداية جديدة بالحياة كأنه شخص بتعد عنكم وأنتوا بدكم تبدأوا بداية جديدة بتبحثوا عن التوازن شخص وخاصة هالإنسان اللي بتعد عنكم شخص بتحبوه كانت فيه علاقة تحب جميلة بينتكن بس عم شوف الأمور بقت بالفشل أو العلاقة ما كانت جيدة بينتكن أنا عم شوفك عم تبحث عن توازن عم تبحث عن تبحث عن استقرار أكثر بالحياة أما الشريك حاليا عم شوفه في علاقة يعني إذا هي وردة يعني هي بتعني كتير أشياء هالورقي لمجموعة من الناس الحبيب مش قادري بعد عنكن مش قادري يبتعد عن العلاقة أو في حب قوي بينك وبينه في نوع من التعلق بالعلاقة بس للبعض عم شوف أنه هالإنسان في خيانة خاصة وخاصة عم نشوف في خيانة جسدية مع أشخاص يعني مع ناس تانين بس وارد هو كما يظهر لي أنه هو متعلق كتير بعلاقتكن يعني انتو هي متعلقين ببعض بشدة ومش قادرين تنسوا بعض همشوف في التعلق شديد وفي غيرة وفي حب وفي نوع من التملك بالعلاقة أكثر شابتين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض وخاصة هو لما ببعد عنك بيحس بقلم مش قادر يبعد اوكي انتو مع بعض بتتقلموا لما بتكونوا مع بعض حتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض في تعب اوكي يعني علاقة كتير صعبة اوكي عمشوف كذلك انت خاصة اا صاحب القراءة عمشوفوا اا من بعض هالفراق اللي عمشوفوا بالتاروت انتو عم بتحاولوا اا تكونوا سعيدين اللي انا عم نطلع انه اا انتم تحدثون توازن بالحقيقة هيدا اللي بيطلع لي كذلك انت يا صاحب القراءة عمشوفك حاليا عم تبحث عن اشياء تسعيدك بالحقيقة لانو العلاقة كانت جارح جدا وكان فيها خصام وكان فيها زعل كتير قوي وصرتوا عم تبحثوا عن حال علاقتكن اكثر اوكي اا لا هيك انا عمشوفك عم تلجأ لموضوع اللي عم تنسي كل هالاشياء السلبية اللي عشتها بلحظات الحلوة كذلك حاليا عمشوفوا بحاول يعني ينسى الموضوع حاليا عمشوف هالشخص بعزلة وعم يتمنى كتير اشياء بالحياة انه تتحقق يتمنى انه تكون العلاقة جيدة معك وبس يعني ممكن حاليا انتم مبتعدين ازا ما كان في ابتعاد جسدي عمشوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقة في نوع من اللي انا عمشوف العلاقة تاخد منحة التعلق اكثر اشياء سلبية اللي عم تشوفها انت فيه ممكن هالانسان عم يهتم للعائلة اكثر ما يهتم فيك هدا للناس المتزوجين وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة اك عمشوفوا اهتماماته اكثر تنسب للعائلة وممكن هدا بالعائلة توفى له في اشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها الانسان عمشوفو شخص باور يعني فيه نوعا من الممكن يكون برج اساد وفيه هيك طاقة نارية اكثر لانا عم يطلع هالانسان ممكن يكون برج الجدي وممكن يكون برج الاسد وحتى القوص عم يطلع هون بالقراءة عم يطلع الانسان هيك شخصية نارية شخصية مقدمة شخصية هيك جميلة عنده نوعا من ال اا عنده انرجيع وعنده طاقة كتير هائلة بيعمل كتير اشياء وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة. اما هو عم يشوف انه عم يشوف على انه انت عندك مشكل با اا يعني عندك مشكل بعدم اا توازن بالعلاقة يعني انت ما بتعرف توازن العلاقة انت شخص اا وهيدا بيبين لي هيك انتو انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لا اعماق العلاقة ممكن انتو اا بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض اا بصير هو يسأل عنك اللحظة يسأل عنك باي وقات اا ممكن اا اا انت عم تراق به بشدة وهالاشي انا عم شوف ما في توازن بالعلاقة في نوع من من التعلق الشديد بالعلاقة هدا عم يدها اللي هون اما الاشياء الايجابية عم نشوفك شخص روحاني شخص متدين شخص عنده عمق داخلي جميل اوك بحب فيك هالشخصية وبحب انه عميق جدا عندك نوع ممكن شخصية انسانية عم تحب الخير للناس وهيك جميلة اا يعني هيدا ينطبق على الرجل والمرأة اوك كمان عم شوف انا اا وخاصة نوياك انت عم شوف نية بالرغم انه في زعل بينتكن في خصامات وفي نوع منها انتو مش قادرين انت بعضوا عن بعض في نوع منها اا بدك انت وخاصة انت بدك ترجعوا لبعض تكونوا مع بعض اا تكملوا الطريق اا تضلوا مع بعض اما هو حاليا عم شوف اا في حب وفي كل شي بس هو حاليا مبتعد حاليا ما عم نوشي عم يفكر واخد وقت لحاله ما عم يقدر يعني ما رح يعمل خطوة للامام اا اا عم يفكر بنسبة كبيرة بيفكر وبيعني هالانسان بحبك بس ما عم شوف في خطوة للامام ازا عم انت ناوي انه تكون خطوة دواج خطوة يتقدم لك اا يعمل شيء لالك ما عم شوف ابدا بها الوقت لا بس انا عم شوف انه هالانسان نيتو جميلة بحبك بس هو مبتعد بهذا الوقت حتى لو كان لساتكن بالعلاقة هالانسان اا بهالملحلة اا واخد بوز واخد اا وقت لنفسه اا بده يشوف اولوياته او بده ياخد وقت يقرر اا او ياخد قرار حاسم اوكي اا يعني العلاقة قل فيها زاويج او لا حاليا عم عم نشوف الاساتكن رح تضلوا بهالموتة بعد تعلق واللي وتضلوا مع بعض وتكونوا هيكة يعني ازا بعضتو عن بعض ما بتقدروا وازا ضليتو مع بعض ما بتقدروا بقلك يعني نظف محيطك اا اا او نظف الهالة تبعك يعني اا بقلك الانرجي تبعك او انت اللي تحيطك يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها انت لازم ما تنقيه لانا اا في نوع من المراقبة والشك والغيري والتملك هيدا كلشي بيدر يعني هالطريق بتدر اا بتدر العلاقة اكثر ما ما بتنجحها اوكي انا انا عم لاحز في نوع بين الخلط بين الحب وبين التعلق والشك. اا يعني عم شوف كتير ناس ازا بحبو بصيروا يتملكوك لا من الرجل لا من المرأة وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب هايدي دي هايدي طاقة سلبية ااا اا يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه اوكي اوكي مثلا انا بحب امي بس اا يعني ليس ليسا من المفروض ان ااا اعم تصير ملكة املكة او مثلا اذا بدت تتزوج املكة مخلية هيدا نوع من الطاقة السلبية لازم تشيله فكرة انه تملك الشخص هيدا طاقة سلبية لانه ما عندنا الحق انه ملك اي حدا او اي حيوان او اي شخص اوكي اا لازم تعطيه حرية لازم تعطيه طاقه او لالو اوكي كمان هون بيقولك ام عمشوف كمان هون في نوع من في نوع من التعلق كمان هون بيقولك ام لازم تشافح عليك او تشافح الطاقة السلبية اللي انت عايش فيها ها كل الوراء بيحكي على انه انت والشريك لا احكي عنك فقط انت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة لانه اا في نوع من التعلق ومن التملق ومن الغير الشديدة اوكي عمشوف شيء من الماضي رح يطلع على السطح هذا الشيء من الماضي سراحة سبب لكم قلم ممكن يكون مشكلة اطفال ممكن للبعض ان تكون مشاكل تتعلق بالاطفال فعمشوف ان الموضوع رح يطلع على السطح لتعيده وصياغته من جديد عمشوف كذلك حتى انه فيه سياغ جديدة لحياتكن كأنه رح ترتبوا حياتكن من جديد عمشوف للبعض منكم من اصحاب بردسوري يعانون من الظهر من الاعين وكذلك حتى القدمين الرجلين حاولوا تشربوا ماء كتير وحاولوا تعيدوا سياغت كتير اشياء جديدة بحياتكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة